وعايز اتكلم شوية عن السير الزاتية الحقيقة ان احنا عندنا اعمال كتيرة جدا نكحة جدا تكلمت عن السير الزاتية لشخصيات مهمة قوي في تاريخنا الفني والدرامي والثقافي والسياسي والغنائي يعني اتكلمنا عن اعمال كمان درامية ليها علاقة بالسير الزاتية كتيرة جدا ده حقيقي يعني فيه اعمال توقف عندها المشاهد المصري والعربي كثيرة زي مسلسل ام كرثوم على سبيل المثال من المسلسلات اللي الناس وقفوا عندها لانها بتتكلم عن السير الزاتية ومع همية الشخصية دي وتحولها الى دراما واختيار الشخصيات طبعا في كل مسلسل كان بيختار نمط مناسب ليه كان في مسلسل الام كثوم فيه اهتمام شديد ببعض التفاصيل الخاصة بهذه المطربة الكبيرة اللي هي كانت تلقى بكوكب الشرق واهتمام بنشأتها ظروف نشأتها بالاشخاص المحيطين بيها وما كانش بيبخس هذه الشخصيات المهمة دورها في صناعة نجومية ام كرثوم وده كان جزء من نجاح الشخصية اللي كان بتقدم وقدتها ببراعة طبعا الفنانة صابرين عندنا بقى كمان الحقيقة الطابع المصري الخاص جدا خفة الدم الدحكة الحلوة الهزارة الحلوة الفزورة النكتة مش هننسى نيلي مش هننسى شريهان مش هننسى فطوطة العظيم سمير غانم مش هننسى الحاجات تي كلها ابدا هو صحيح يعني فيه ناس كتير ربما يعني ما عصروش او مش متابعين ما يعرفوش انه ثلاثي ادواء المصرح سمير غانم وجور سيدهم وضيف احمد ربي الرحمن جميعا كانوا هم اول من ادخل تقريبا الفوزير الى التلفزيون المصري والاعمال التلفزيونية وقدموا عملناك حاجة جدا وقدموا كمان في زي ما قدموا في الازاعة قدموا في التلفزيون شغل الفوزير عظيم وعلى اعلى مستوى توقفت فترة وبعدين يعني ظهرت نيلي بكل الوهج والتقلق في سلسلة طويلة من الاعمال وطبعا برضو مخرجين كبار شاركوا معها وقدموا الاخراج العظيم للفوزير وايضا كمان بعد كده ظهرت شريهان لتكمل مسيرة باعمال مبهرة الابهار اللي كان موجود التأثر اللي كنا بنتأثر به الأطفال احنا كنا أطفال يعني فكرة أن الفزورة تأثر في الطفل بالطريقة دي أو في الطفلة بالطريقة دي احنا كنا الحقيقة يعني بنصنع تاريخ احنا كنا بنصنع أجيال عن طريق صندوق العجايب وعن طريق الابهار اللي كان بيتقدم والمتعة اللي كانت بتتقدم صحيح وحتى الكوريوغرافي اللي هي بتاعت فن التصميم الرقصات حسن عفيفي وغيره وغيره كان الناس بيتمعوها وبيهتموا جدا بالرقصات بتاعت الفوزير نيلي والشريهان وكمان الناس كانوا بيهتموا بالكسيم اللي هو الأزياء اللي هي طبعا كبتظهر بيها بشكل مبهر سواء نيلي أو من بعدها شريهان الناس كانوا بيهتموا بفستين والملابس والأشياء اللي بتقدم وكانت يعني حكاية والأداء والرقص والحركة والمزيكة وكل حاجة وفعلا الأطفال والشباب كانوا بيتأثروا من شدة بهذه الفوزير لأنه كان بتعرف زون من السنة إلى السنة وتلاقي بيتصابقوا على حفظ الكلمات والأداء بتاعها اللي يعني لا يمكن نسيانه حتى هذا الوقت ده كنا بنتصابق على حفظ الأغاني والحركات ده مش بس الأغاني ده الأغاني والحركات وكان بتقدم يعني كان حتى التصوير بيستمر حتى مع بدايات شهر رمضان ويلحاوا عشان تتقدم لدرجة أنه فيه حلقات كانت قابلها بليلة كان بتجهز بالفوزير من كتر ما فيه جهد وفي عمل مخلص عشان يقدموا حاجة طرفيهية تذكر وتضاف لرصيد التفزيون المصري والعربي في ترك المرحلة ظهرت بعد كده تجارب أخرى لكن يظل مع كل هذه التجارب حتى شارك فيها عدد من فنانين عرب زي مريم فارس برضو شاركت في فوزير زي غيره وغيره لكن ظلت فوزير القديمة الأولى اللي هي الأساسية حتى شيرين رضا عملت برضو فوزير لكن ظلت فوزير الأولية بتاعت نيلي وشريهان ومن قبلهم فوزير ثلاثة أدواء المصرح وعم فؤاد طبعا كان طابع خاص جدا جدا كان بيخاطب فيه الأطفال وبيخاطب فيه الأطفال بذكاء شديد وبخفة ظل شهيرة ومعروفة عن فؤاد المهندس لأنه عم فؤاد راح يصطاب بلف بلاد كانت سلسلة طويلة جدا جدا من الفوزير اللي جاذبة للأطفال وصغار السن وحتى الأجيال الشابة اللي كانت بتشوف نفسها في هذه الفوزير وكانت بتقترب أكثر من هذا الطبع المختلف لواحد زي فؤاد المهندس وحاول حتى مع محاولات عبد المعلم مدبولي برضو فيه أعمال أخرى في وزير أخرى لكن يظل فؤاد المهندس في سلسلة عم فؤاد برضو يعني بصمة لا تنسى في تاريخ الفوزير التلفزيونية المصرية حقيقة نتكلم شوية عن برضو الحقيقة حضرتك يعني ذكرت مسلسلات كتيرة من العصر الحديث ذكرت أعمال نكحة جدا حققت نجاحات كبيرة جدا عايز أتكلم عنها وعايز أتكلم عن سبب اختصار حضرتك فيها وشايف إيه اللي بيميزها عن أي أعمال تانية ممكن تكون قدمت في العصر الحديث يعني هو في أعمال كتير توقف عندها الناس أنا شخصيا بذائقة اخترت بعضها وكتبت عنها بتفصيل شديد يعني حسبيني المثال مسلسل سبع جار سبع جار أنا بشوفه المسلسلات اللي عملت اختلاف شديد عن كل ما سبقها من أعمال أديك عن طبيعي وبسيط وقريب وتلقائي ومعظمهم مش ممثلين حقيقيين فيما عدى طبعا عدد قليل منهم سبي مغوري طبعا وفنانة شيرين وطبعا دلال عب العزيز الله يرحمها وعدد كبير منهم كانوا يعني أسماء كبيرة لكن في عدد كبير منهم كانوا بيمثلوا الأول مرة وتلقائيين اللفت النظر أنه ثلاث مؤلفات وتلاث مخرجات نقلوا صورة مختلفة ربما بنظرة ربما المرأة لها قدرة على التقاط تفاصيل ربما لا يلتقتها الرجل فظهرت في الشاشة جزيرة غمام تكلمت كمان عن جزيرة غمام وطبعا للسيناريست والكاتب الأستاذ عبد الرحيم كمال طبعا خلسفي وصوفي وجميل كان عمل مختلف تماما فيه مستويات كتير لقراءة جزيرة غمام اللي شهدوا الناس هل هي قريبة من فكرة فاوست اللي هي فكرة الشيطان والروح هل هي قريبة من أعمال الصوفية والفلسفية هي جامعة لكل هذه هل هي قريبة هل هي بتتكلم فقط عن على سبيل المثال مناطق في يعني صعيد مصر هل هي بتتكلم عن فكرة الصراع بالخير والشر كل الحاجات دي كانت موجودة في جزيرة غمام والاكتشاف الحقيقي ليس فقط زي أحمد أمين عمل دور عظيم جدا ما كانش حد يتصور لأحمد أمين هقدم في جزيرة غمام هذه الشخصية العاشقة المحبة الجميلة زي أدوار كده بيالمع بها الممثلين كمان اللغة اللغة التي كتبت بها كتبت بها المسلسل ده يعني حقيقة كتاب عظيم بالضبط في مستوى عظيم للكتابة الفلسفية والصوفية والجمل اللي هي ممكن تحفظيها وتفتكريها حتى بعد المسلسل صحيح صحيح وفيه طبعا اتكلمت كمان عن الكبير قوي طبعا ووصفته ببيت الموهبين الموهبين صحيح لأنه كان أنا بصراحة بقول أنه مثل كبير قوي النموذج برضو مختلف جدا جدا طلع في سلسلة وكل سيزن وكل موسم كان بتقدم بشكل مختلف أحمد ميكي فنان زكي ومشهور بأنه فعلا بيستعين بالأسماء الموهوبة وناس كتير كانوا طبعا دونيا سامير غانم أبدعت وتقلقت في المسلسل ده ورغم يعني أول ما تقال أنه دونيا سامير غانم اعتذرت عن عدم إكمال المسلسل لظروف أو إنشغالها بأعمال أخرى لكن يعني استعان بالموثلة الرحمة أحمد وقدمها في دور عظيم يعني اكتشفه موهبة جديدة فيه اهتمام شديد بعدد جدا من الممثلين ربما يكونوا نسبيا كانوا مغمورين قبل كبير أوي والكتابة وتناول والمزج بين أنه منطقة غريبة أو المزاريطة ورغم ذلك بيتكلموا في التكنولوجيا بيتكلموا في الواتساب والكاركترز والشخصيات جونيز والشخصيات اللي اتعملت والجهد المفزول أنه يقدم شخصيات الناس لغاية دلوقتي ده بعضهم اتحولت إلى آيكونات تتعمل في أفلام ومش بس المسلسلات تانية صح يعني ده مهم جدا جميل حقيقة نو إحنا حسرت لنا حالة نوستالجيا كده حلوة النهاردة جدا مع حضرتك ومن خلال صندوق العجايب اللي تكلمنا عنه ونتكلمنا عن قد إيه هو أثر فينا وقد إيه كان جزء كبير جدا من صناعة أجيال كاملة وتوجه أجيال كاملة من مصر ومن الوطن العربي أخيرا نتكلم عن الغلاف وتكلم عن اختيار حضرتك للغلاف لأن المحتوى الحقيقة ممتع جدا عشان أختار غلاف لمحتوى بهذا القدر من الامتاع أكيد اتحيارت كتير أكيد بس كان لابد أن بعض الشخصيات الفارقة تتحط على الغلاف يعني أحيانا من الأعمال أو بالشخصيات كان لابد أن أسابنا ركاشة يبقى موجود لأنه محطة مهمة جدا في الدراما التلفزيونية المصرية من أهم صناعة المرحلة ومن أهم صناعة الدراما المصرية بشكل عام بالضبط وكان مهم جدا أن أنا أحط مثلا من أحد المسلسلات زي ما لازم أحط رقفة الهجار لازم أحط عصفور النار على سبيل المثال لازم أحط من سبع جار الجو بتاعها يعني في حاجات أنا كنت شايف أنه مهم جدا أساسية تتحط ملامح فيها مع تكوين وتركيب زكي عشان نتكلم عن الدراما التلفزيونية المصرية والعربية بشكل جيد وتقدم جرعة مهمة جدا وبرضو برضو بكرر تاني أن دي خطوة أولى أن احنا نتكلم عن المكتبة والدراما التلفزيونية والأعمال التلفزيونية المصرية لغاية دلوقتي المكتبة الخاصة بالدراما التلفزيونية والتلفزيون المصري تظل متوضعة لابد أن يكون هناك خطوات أخرى وإضافات أخرى وعندي حلم أنه إن شاء الله كمان من خلال عمل مصروعي آخر أن احنا نكمل المشروع ده وأتمنى أنه كمان كتاب آخرين يهتموا بالدراما التلفزيونية المصرية والعربية في الفتاة الجاية